يا مساء الخير يا مساء الفل يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى عايزة أقولوك بقى النهاردة هنتكلم عن الستة القوية الستة الاندبندنت الستة المستقلة فاكرين كده مرة عملنا حلقة واتكلمنا كده في جزئية زي دي وروحتنا جملة الشهيرة قلت دحكوا علينا بكلمة الاندبندنت ومن اللي في الآخر اللي ببستنا في الحيطة مش انت عايزة تبعي اندبندنت يلا شيلي شيلونا شيلة أكتر وأكبر من حجمنا كستات النهاردة نتكلم على الاندبندنت ومن خلينا نتكلم شوية يعني براحتنا أكتر عامي أكتر اللي هي الستة اللي بتشتغل الستة العاملة وما أكثرنا في مصر يعني 3-4 الستات دلوقتي بتشتغل وعرفة حواها وبتنزل وبتشتغل نهاردة بنتكلم عن الستة الزكية الستة المستقلة هي كل حياتها ان هي قررت ان هي تنزل تشتغل وبعد ما تنزل تشتغل أنا نزلت اشتغلت ليه في جزئين في ستة بتنزل تشتغل عشان هي عايزة تحقق ذاتها وليبقى ليها كارير وإطار اجتماعي حلوه وفيه ستة بتنزل تشتغل اجباري هي مضطرة تنزل تشتغل هي مضطرة لأن بيتها محتاجها لازم تشارك فيه ولازم تصرف ولازم تنزل تشتغل طب الستة اللي بتشتغل دي بتشيل مسئوليات أكتر ايه المشكلة لما تساعد جزها في البيت ايه المشكلة لما يكون هو مرتبه على قده فهي بتشتغل فالمرتبين مع بعض يشيلوا الشيلة كبيرة ايه المشكلة لما لاقي ولادي محتاجين حاجة واجب لهم مدام القب مش قادر يجيب ايه المشكلة لما انا حبيت اكبر شقتي والعيال كبروا فعايزين بيت اكبر واخد حاجة وقصت واخد قرد واشتغل اكتر واكتر عشان اسد القرد عشان اعمل حياة كويسة لحياتي تعالفين الستة المستقلة دي هي اكتر ستة بتتظلم في حياتها اكتر نسب طلاق في البيوت اللي فيها ستة بتشتغل هتقولولي ليه لان فجأة بدل ما هي جدعة جدعانة بصرف وبشيل وبضحي وبطبطب على كل اللي في البيت فجأة بتلاقي عدم تقدير من كل الناس اللي حواليها اللي هو في الاخر وهي بتتخانق مع جزء اللي هو حد قالك اصرفي حد قالك اشتغلي مع انه هو عارف كويس قوي ان هي لو ما اشتغلتش وما صرفتش البيت ده مش هيكمل البيت ده مش هيستمر فاللي هي تبقى وقفة عجزة اللي هو يعني عايزة تقول ومش قادرة تقول طب اقولك ايه طب ما انت عارف ان البيت لازم اشتغل وحط فيه فلوس ففجأة بتلاقي الست اللي بتصرف والست اللي شايلة البيت بتلاقي كل الناس رموا عليها المسئولية وبعدين فجأة اللي هو لا 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 انت عشان بتشتغلي معاك فلوس بقى فانت مش عاجبك العجب وهي ما بتتكلمش برضو على فكرة هي الجدعانة الجدعانة والعطاء ده بيبقى طبع في البني قدمين ومش كل البني قدمين يعني مش كل الستات بتشتغل وتضحي وتصرف وتشيل وتربي وتعلم وتكبر مش كل الستات ومش كل الرجالة برضو بيقدروا شيلوا المسئولية لكن النهاردة بنتكلم على الست المستقلة هل ده عيب؟ عيب ولا ميزة؟ يعني الراجل تلاقي الراجل يقول ايه انا عايز ست تكون شخصيتها قوية يعني الراجل قبل ما يتجاوز وهو بيدور كده بتلاقي كل كل كلامه انه عايز ست زكية ست شطرة ست تعرف تشيل المسئولية ست تسندني واتدعمني في حياتي انا عايز ست كده في ظهري في ظهري واول ما يلاقي الست الجدعة اللي شيلاه واللي في ظهره واللي سند الحقي في حياته معرفش ليه بيتحاول الموضوع انه يروح رامي عليها كل حاجة وحتى لو بيصرف قبل كده اول ما يبقى معها فلوس لا انا اقل للصرف عياله تعبنين ولا بتاعها هي تودي هي تجيب هي تروح فجأة يروح رامي عليها كل حاجة وهي تقدر تشيل بما انها تقدر تشيل فيه كمان مشاكل جات لنا كتير جدا عن الست المستقلة اللي معها فلوسها ومعها بيتها احيانا الست لما بتنفاصل بيبقى معها بيتها معها فلوسها واللي هي الست المقتدرة فبرضه بتضحي تقول ايه خلاص لو هي حبة واحد ولا يتحدى محترم تقولك مش ممي يكون معها فلوس ما انا معاي احنا عايزين نعمل حياة والحب والامان والسند الست اللي معها بيتها وتيجي تتجاوز فجأة اول زعلة وفي اي مشكلة تلاقي الراجل خد هدومه ومشي طب انت لو جاي بالبيت هتاخد هدومك وتمشي طب انت لو كنت صارف وشقيان في البيت ده كنت سبت البيت وخدت هدومك ومشيت عادي كده واللي هي برضه بتتعاقب ان هي تجاوزت في شاقتها وان هي معها بيتها ليه دايما الست الجدعة المستقلة الجريئة اللي هي صاحبة موقف وصاحبة موقف جدعانة ليه دايما بتتعاقب ان هي شيلة المسئولية انتو عايزين ايه بالزبط تلاقي الرجالة عايزة الست الاوية المستقلة واول ما يلاقيها عايزها ضعيفة مستكدة انتو عايزين الضعيفة ولا الاوية والليه دايما الاوية الجدعة اللي وقفة على رجلها دايما بتاخد خبطات على رأسها عشان هي شيلة المسئولية